اتهم الإنقلابيون في النيجر السلطات الفرنسية بالمشاركة في مخطط للتدخل عسكريا في البلاد وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر إن السلطات الفرنسية حصلت على تفويض بالتدخل من رئيس الوزراء بالإنابة للإفراج عن الرئيس محمد بازوم في سعيها للبحث عن سبل وطرق للتدخل عسكريا في النيجر فرنسا وبالتواطئ مع بعض المسؤولين عقدت اجتماعا مع رئيس أركان الحرس الوطني النيجري للحصول على الأذنات السياسية والعسكرية الضرورية وبذلك وقع حاسوم مسعودو الذي نصب نفسه رئيسا للوزراء على نص يخول الفرنسيين لضرب القصر الرئاسي بهدف تحرير رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم